قبل عام من الآن بالتحديد ضجت وسائل الإعلام بهذه الصور القادمة من بريطانيا سيدة المسنة تتلقى أول جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا لتتسحينها آمار العالم المشلول بعودة الحياة إلى طبيعتها غير أنه بعد مرور عام كامل على هذه المشاهد تعود البشرية الآن إلى المربع الأول فشبح الإغلاق يخيم مجددا على أوروبا والعالم المثقل بالأزمات الصحية والاقتصادية مع ظهور المتحور الجديد أوميكرون أسباب النكسة الوبائية الجديدة تعود إلى غياب العدالة في توزيع اللقاحات المضادة لكورونا منظمة العفو الدولية قالت أن متحور أوميكرون الجديد يأتي بمثابة تذكير صارخ بما يحدث حينما تتقاعس دول العالم الكبرى عن التصدي لهذا الوباء على الصعيد الدولي غياب التوزيع العادل للقاحات تتجلى وفق العفو الدولية بتطعيم بعض البلدان ذات الدخل المرتفع حوالي 90% من سكانها تطعيما كاملا بل تحثهم على تلقي الجرعات المعززة في حين يتلقى نحو 7% فقط من سكان الدول ذات الدخل المنخفض جرعة واحدة من اللقاح سيهام الانتقادات وجهتها المنظمة الدولية إلى شركات الأدوية كذلك مطالبة إياها بإدراك حقيقة أنها تعمل في مضمار صناعة منتجات من شأنها إنقاذ حياة الأشخاص وأن عملها لا يقتصر على تحقيق المقابل المادي الأكبر فقط فبحسب العفو الدولية فأن هذه الشركات ترسل نصيب الأسد من إنتاجها إلى البلدان الغنية من أجل تحقيق مكاسب مالية ضخمة رغم تخزين هذه الدول مئات الملايين من الجرعات غير المستخدمة حتى الآن وتلخص المنظمة الحقوقية المشهد الضبابي العالم بالتأكيد على أن زعماء الدول الغنية يتناسون حقيقة مفادها أنه لا يمكن وضع نهاية حقيقية لوباء كورونا دون إعادة توزيع اللقاحات بشكل عادل على الدول الأكثر فقرا فالاحتكار والأنانية السياسية إضافة إلى غياب الإجراءات الوقائية تعد بيئة خصبة لظهور تيار جديد من المتحورات الجديدة من بيروس كورونا